موسيقى مرحبا بكم عزيزي المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامج واجه التغيير وفيها نواجه شخصية مميزة عنصر التمييز يأتي ليس من الباب المهني على أهميته وإنما من الباب الثقافي والفكري والأكاديمي الأوسع مرحب هنا في الستوديو بالدكتور خالد السلطاني المعمار والأكاديمي والشخصية الثقافية العراقية البارزة مرحبا بك دكتور خالد أحلان وسهلا شكرا شكرا جزيل سيد علي لهذا التقديم الجميل ونحاول أن فعلا نضع هذا التقديم له أسباب موضوعية ذلك أننا سنعرف الجمهور الكريم على شخصية ضيفنا الدكتور خالد السلطاني عبر هذا التقرير الذي نأمل أن يوفر فرصة لمعرفة مستزيدة لما قدمه الرجل في الحياة في جانبها الشخصي والمهني أيضا نتابع ولد خالد السلطاني في الصويرة التابعة للواء الكوت واسط حاليا في التاسع من أيار عام الف وتسعمائة وواحد واربعين ليغادرها شابا للدراسة في الاتحاد السوفيوتي السابق ويحصل على شهادة الدكتوراه في العمارة من محهد موسكو المعماري درس في جامعة بغداد وجامعات الأردن والسودان والدنمارك وكان باحثا وأستاذا زائرا في مدرسة العمارة بالأكاديمية الملكية الدنماركية للفنون بالعاصمة كوبنهاجن لنحو 11 عاما امتدت من عام 2002 إلى عام 2013 في الجانب الأكاديمي أشرف على أطاريح ماجستير ودكتوراه في جامعات العراق والأردن بينما في الجانب المعماري الميداني فقد سمم عدة مبان في العراق والأردن وحازت بعض تصاميمه على المراتب الأولى في مسابقات معمارية هو أيضا الحائز على جائزة محمد مكية للعمارة جائزة تميز لشخصية العام المعمارية لعام 2014 لا أحد في ميدان الثقافة المعمارية عراقيا وعربيا أنجز الذي أنجزه الدكتور خالد السلطاني فله من المؤلفات ما يؤكد هذا الامتياز لصاحب الكثير من الكتب والمحاضرات المهمة وإذا كان هناك من كتب قصة الحداثة في العراق معماريا ومكانيا إلا وكان السلطاني من أبرز من دون تلك القصة عبر الكتب المشغولة بكثير من الدأب والشغف والدقة العلمية والتاريخية ولم تتوقف انهماكات السلطاني عند قصة العمارة والتحديث في العراق بل عبرتها إلى مجالات عربية وعالمية عبر نصف قرن من المعرفة المتواصلة والجد بات السلطاني واحدا من رموز الثقافة العراقية الرصينة والمؤثرة أهلا بكم من جديد وجدد ترحيب أيضا بك دكتور خالد أهلا وسهلا حقيقة مبعث سرور شخصي لي أن ألتقيك حقيقة على الرغم أنني أو أحسب أنني أعرفك جيدا ولكن مع كل مرة أقبل على اتصال ما إنساني أو معرفي مع حضرتك أجد أن فيك ما يبعث حقيقة على المزيد من المعرفة المزيد من الجوانب التي قدمتها خلال سيرتك العلمية والإنسانية أيضا شكرا ذلك أن جانبك العلمي منفتح حقا على الحياة أنك لم تغلق المعرفة العلمية على أروقة الكتاب والصف الدراسي الأكاديمي رغم أن الهندسة تتطلب تحديدا في جانب التدريس تتطلب شيء من هذا الوجود الضيق ولكن أنك بعثت الجانب الأكاديمي إلى جانب أوسع الذي هو المجتمع ومن هنا أنت صاحب مدرسة حقيقة في قراءة العمارة تحديدا في بلادنا العمارة العراقية بوصفة علامة اجتماعية من هذا المدخل أسألك اليوم تبدو البلاد في حالة من الاستدام بين أشياء كثيرة استدام داخلي واستدام خارجي وفورة من التحولات أين موقع العمارة هنا في وسط هذه الفوضة مرة أخرى أشكرك جدا صديق العزيز السادة علي على هذا التقديم لي أراه يعني أكثر من طيتني فد الامتياز أكثر مما استحقه فعلا بس أشكرك في كل الأحوال مثل ما تعرف العمارة هو قرار سياسي يعني العمارة لا تشتغل بمفردها هو قرار سياسي بالأساس المعماريين يحاولون أن هذا القرار السياسي ينقلوه إلى المهنة مهنيا وبالتالي حسب إمكانياتهم حسب ذكاؤهم حسب مقدرتهم أن يكون العمارة حاضرة في المجتمع بدون هذا القرار من الصعب بمكان أن يعمل المعماريون وبالتالي كثير من الناس تنتقد العمارة الآن بس هو الحقيقة الانتقاد لازم يصل إلى الجهة المسؤولة عن العمارة جهة الحاكمة خلا نقول المعماريين يحبون مهنتهم بكثير حالهم حال آخرين ربما ممكن أنا أعرفهم أكثر ويحاولون أن يجدوا فد مجال إلى عملهم لخدمة المجتمع مالهم العمارة دائما هي يعني في كل تاريخها هي خدمة الناس بالأساس وخدمة الناس بالنسبة إلى المعماريين فجزء من الثقافة المعمارية نحن نعلم طلابنا بأن الوظيفة هو جزء أساسي من العمارة العمارة هي مثل ما يقول المؤرخ الروماني تعتمد على ثلاثة مقومات الإنشاء يجب أن يكون هناك منظومة إنشائية تحمل هذا الفكر المعماري أو تنفذها بشكل واقع والقيمة جمالية ينبغي أن يكون قيمة جمالية وبالتالي ثالثاً هي الوظيفة الوظيفة لهذا الحيز المبتدع من قبل المعماريين وانطلاقاً من هذا حقيقة دكتور يعني انطلاقاً من كون العمارة أصلاً مردها إلى قرار سياسي كيف يمكن أن نترجم هذا المبدأ أو هذا الأساس للنظر إلى العمارة إلى حال العمارة في العراق على الأقل للفترات الخمسين سنة الماضية نعم الحقيقة دائماً يقال بأن العمارة هي نعكاس للمجتمع وهي نعكاس للأنظمة الموجودة في المجتمع نحن بتأسيس الدولة العراقية بدت العمارة الحديثة مالتنا بالعراق يعني أكفت قطيعة صارت بينما كان في السابق بينما صار مع تأسيس الدولة بداية العشرين لأول مرة يصير عندنا مهنة جديدة اسمها المعمار أنا لا أتكلم عن المعمار التقليدي وأنما أتكلم عن المهندس المعماري صاحب الرؤية معماري مهني دارس في جامعة وعدة تحصيل علمي ولحسن الحظ هذول كانوا جوي يعني ويا الحملة البريطانية بالعراق وهما بالأساس ضباط وكانوا مشتغلين بالهند قبل أن يكونوا ضباطهم مهندسون نعم هما اشتركوا بالحرب العالمية الأولى كحالهم حال يعني مواطنيهم الانجليز وجوي بس قبل هما كانوا يعني معماريين قسم منعتهم معماريين وحتى فد واحد اسمه أنا كلش أحترمه ويلسن اسمه صاحب المؤثر المعمارية في العراق نعم أو في مغداد نعم هذا كان يشتغل بالهند هو معماري مشهور انجليز اسمه سوى بوابة مع الهند وسوى قصر نائب الملك اللي هو هسه القصر الجمهوري بالهند نعم هو كان مساعدة يعني اللي حسن حظ العمارة العراقية اللي حسن حظ العمارة العراقية هذا كان موجود في بغداد وصمم مباني أعتبرها هي فد كنوز العمارة يعني أولا أسس ويلسن وآخرين ميسن وكوبر أسسوا فد مرحلة واستطاعوا أن هاي المرحلة أن تكون إحدى الصفحات الناصعة في تاريخ العمارة العراقية الحديد للمباني اللي سووها هي مباني فعلا لا تزال تعتبر يعني معالم مهمة بالمدن اللي صممت بيها مثلا على سبيل المثال الموانئ في البصرة نعم مبنى مصلحة الموانئ اللي هو يعتبر وعلى أيضا هالب العشرين أصار ومحطة قطار الموصل نعم 1930 نعم فأيضا مناهيك عن المشاريع اللي صارت في بغداد محطة عالمية الكبرى في بغداد هاي متأخر بس هي مثل جامعة آل البيت الظريح الملكي مباني أخرى في البريد إلى آخر فأصور يعني هاي الفترة الزمنية اللي مرت بيها أسست لمفهوم العمار ومثل ما قلت ظهر لأول مرة مهنة جديدة اسمها المعمار المعمار المهني المحترف وراء جوا المعمارين العراقيين اللي كانوا يدرسون بالخارج ابتداء من الخمسة وثلافين أول معماري يتخرج من ليفركول اجي بالخمسة وثلافين اسمه أحمد مختار أحمد مختار ليسول النادي الأولمبي بالعظمية نعم وهذا كان مشروع طموح يبدي من الساحة وينتهي إلى السد اللي هي هسا شارع محمد القاد وبي يعني فد ساحات يعني مو فقط هذا المبنى وإنما فد مشروع ضخم جدا نفذ فقط المدخل انطلاق من هذا المبدع التأسيسي إنشأت دكتور خالد على وهو أنه القرار السياسي هو الذي ينتج قرار بالعمارة والإنشاء والبناء إذا اعتمدنا هذا الأساس في أي مرحلة بدت السياسة نافعة لجهة أنها تنتج بناء ومتى بدأت هذه السياسة مدمرة لجهة أنها على الأقل أوقفت عجلة البناء نعم أنا يمن أقول العمارة هي قرار سياسي أقصد بأن الدولة يمن سوي تخطيط سوي مشاريع فهذا هو قرار سياسي نعم يعني الدولة تريد مشاريع عمرانية إلى البلد وتطيء إلى التنفيذ إلى المعمارين سواء عن طريق مسابقات أو تكليف مباشر هذا اللي أقصد يعني لا أقصد السياسة وإنما أقصد الخطط الموجودة بالبلد اللي هي عندها يعني ميزانية خاصة عندها متابعة عندها ناس يحاولون أن يجزئوها ويوزعوها على الصور يعني وليس دفاعا عن الحكم الملكي بس الصور أثناء وربما لأن الوقت هو كان يعني ذاك الوقت هو وقت تأسيس ولذلك العمارة الموجودة في بغداد أو في المدن الأخرى أصبحت ظاهر فعلا ظاهر اجتماعي اجتماعي نعم أصبحت المدارس المراكز الشرطة طرق الجسور طرق الجسور أنا دا أحكي على العمارة وليس يعني على الهال فهاي أصبحت جزء من خلي نقول الأثاث الحضري للمدينة بدلت من من جماليتها بدلت من الصورة مال المدينة وأثرت أيضا المشهد البنائي بنماذج تصميمية مميزة قام بيها أم المعماري فكان أكو بيتي الفترة أكد يعني نية لتنفيذ مشاريع ونية فعلا صادقة يعني محطوطة من خطط خلي نقول أنا لا يعني أصور هم بالعشرينات ولحدهم برنامج مثل ما يسمون الخماسي أو مال ثلاثة سنين وإنما كان خطط يعني توضع سنويا نعم وتوزع حسب يعني الناس المهتمين بيها إحنا من جانب العمارة كانت هواي يعني كثير من المشاريع هي معمارية لأن البلد في ذلك الوقت أستاذ علي أنت تعرف يعني خارج من من نظام يعني سياسي متهر والعراق كان في ذلك الوقت يعني تلافت ولايات ما مط هذا يعني وبعدين بشكل وبآخر كل المؤرخين يشيرون بأن هو كان منسي يعني هاي الولايات العراقية منسية بالنسبة إلى الحكم العثماني صحيح بيناس تريد تبني وموجودين معماريين وموجودين مو فقط العمار وأن موجودين أصطوات يعني هذول العمال المهرة ومواد إنشائية يعني معامل الكاشي للطابوك للخزف لهذا كانت أيضا موجودة كل هاي وطبعا الحاجة الحاجة اللي وجود هاي المباني المبررة فمثل الطفرة صارت معمارية في ذلك يعني بغداد تغيرت جذريا بالثلاثينات عن ما موجود بالعشرين يعني الوجه القصري اللي بغداد انصح الوسط بدأ منذ عقد الثلاثينات من قبل أنا أعتقد العصر يعني المهم في العمارة العراقية هو العقد العقد الثلاثيني وأذكر سونا في مؤتمر في جامعة بغداد وسونا عقد الثلاثين هو يعني التغييرات اللي صارت بالعشرينات والهذا النتائج صارت كلها بالثلاثينات أيضا يجب لا ننسى بأن وجود المعماريين وجود المواد الإنشائية وجود الفكر المعماري خلى ذائقة جديدة عدة الناس فانبنت بيوت جديدة خرجت من البيت التقليدي ما يسمى بالشرقي اللي هو يعتمد على الفناء الوسط المكشوف الحوش وتحيط به غرف هذا هو البناء التقليدي اللي استمر يمكن من أور إلى العشرينات بهذه الفترة ظهرت طبقة الانتليجينسي هاي المثقف الطبقة الوسطى وهي كانت تواقع أيضا للتغيير وبدلت من طريقة معايشتها التقليدي يعني ما كانت هي تعيش في بيت الآباء والأجداد وإنما انسلخت عن هاي وظهرت أحياء سكنية في بغداد مثل البتاويين الوزيرية هاي كلها ظهرت بالثلاثينات في بشكل القطاع السكني يختلف جذريا عن ما كان في السابق أولا الحوشن راح أغلق وصار الفناء هو العائلة اللي تتجمع بمسقة فبدت أيضا مشاكل مع التبريد ولهذا أيضا أدخلت المروحة جدي وأدخلت الخدمات الصحية بالبيت سواء بالحمام أو بالمطبخ فأصبح البيت السكني يتلائم مع طموح الطبقة الجديدة طبقة الموظفين المتعلمة المتعلمة فهي طبعا أثرت على الشكل العام للمدن يعني خلت العمارة تكون هي جزء من حياتهم يعني ليست دائما العمارة يقولون هي يعني مهنة نخبوية بس الآن بالعراق أصبحت جزء من حاجات ناس كثيرين من حاجة المدينة من حاجة الناس من حاجة أصبحت مسألة يعني ضرورية يعني أكتور خالد أنت تضعنا في سياق حقيقة لهذا كنت أشرت في البداية إلى هذه السلاسة في ربطك بما هو علمي يتعلق بالعمارة إلى أفق أوسع اجتماعي أنت ربط وجود دولة عراقية معاصرة تم تأسيسها مع انتقال إلى الحداثة هذه الحداثة جعلت البيت البغدادي أو الحضاري أو العراقي بشكل عام ينتقل من ملمح إلى ملمح جديد وربطت هذا الانتقال بوجود معرفة بوجود عقول جديدة روحية جديدة نمط تفكير جديد علوم جديد نعم حقيقة هذا إلى أي فترة استمر هذا التدفق والتواصل الهارموني المنسجم كل هذا معرفة إرادة بالتغيير إرادة بالتحديث عقول جديدة إلى أي مدى كي نكون على اتصال مع الجمهور الكريم إلى أي مدى ظل يمضي بهذا الأفق المتدفق وإلى متى بدأ ينكسر ولماذا مثل ما ذكرت بين أكو صارت قطيعة بين العمارة بالعشرينات وبين ما سبقتها نعم بس هاي الأشياء الجديدة الأشياء المميزة الأشياء المريحة للعالم أصبحت يعني تحس بقيمة العمارة يعني مثلا البيت نظيف البيت مخسول ما كو رطوبة بي المرافق الصحية تشتغل بشكل جيد فهاي يعني مثل ما حضرتك هستأثرت بأن هي فعلا مسألة اجتماعية وهي فعلا كانت جزء من الحراك الاجتماعية هاي استمرت هاي الفترة إلى نهاية الثلاثينات إلى بداية الأربعينات بالأربعينات مثل ما تدري صارت الجو السياسي يعني مشحون مختقل نعم بتدخلات أخرى وهذا يعني صارت حرب الحرب العالمية الثانية والإيران كان جزء من نعم هذا فما اهتموا بالجانب المعماري يعني ظل العمارة تأخذ الصدى اللي حدث بثلاثينات تقريبا يعني يعني منبنت مباني مميزة في تلك الفترة لأن العالم كانت يعني تعيش أيضا ذائقة مالية وتعرف حضرتك ما مر بي العراق بتلك الفترة بس الانتقال الأخرى المهم والواضحة والجذرية حدثت بالخمسينات يعني الخمسينات أولا اختلفت جذريا عن تقاليد الثلاثينات أصبح العراق أولا وجود معمارين ولو قليلين بس كانوا موجودين مؤثرين مؤثرين وموجود أيضا توق لبناء بناء يتماشى مع العصر مع العالم وبالأساس هو الفروة المتدفقة من النفط اللي حتلت بالخمسينات تسعة واربعين اللي احنا حصنا حدود خمسين بالمية من هذا فعلى أثر ها صار نية لتأسيس مجلس أعمار يقود هذه الحركة العمرانية بالبلد مو فقط العمارة البناء يعني البناء وإنما أقصد التعمير بشكل عام بهذه الكلمة العامة كأن يكون سدود مائية قطاع سكك طرق كل الانفرستركتشا أو البنية التحديث البنى التحديث وإيجاد فتحلول جذرية لمشاكل البلد الفيضانات والهذه اللي كانت مدمرة في ذلك الفيضانات قبلها إنشاء سدود نعم سدود ضخمة اتجاه إلى تصنيع بناء كهرباء سدود مثلا سدد الكوت بالتسعة وثلاثين بس أيضا جزء منها بس أصبحت دوقان والثرثار والحبانية درب اندخان ها كلها حثت في الثرثار في الخمسينات العمارة هنا تغيرت جذريا أصبحت يعني تتوق أو تنزع لأن تكون جزء من الحراك العالمي وهذا حدث مهم عمارة الشرق الأوسط يعني العراق في ذلك الوقت بالخمسينات كان ما يقبل أقل ما يبنى في أوروبا يعني هاي الحركات الجديدة المعمارية ولذلك دعوا خيرة المعماريين العالميين في ذلك الوقت لبناء أو لتصاميم تصاميم مميزة مثلا دعوا معماري أمريكي مشهور اسمه فرانك لويد رايت هذا يعتبر بالنسبة لأمريكا بطل قومي دعوا لتصميم الأوبرا أوبرا بغداد في جزيرة أم الخنازير دعوا لكوربوزيه واحد من أشهر المعماريين العالميين دعوا لتصميم ملعب ضخم رياضي في بغداد وكان مقرة يكون في معسكر الوشاش اللي هسه هو الزورة نعم ولم يصفر تصفر به بغداد سوى بقاعة المغلقة نعم قرب ملعب الشعب نعم بس هاي جزء من مشروع وخم نعم 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 ودعوا واحد من خيرة المعماري العالميين أيضا اسمه فالتر غروبيوس هو مؤسس الباوهاوس اللي هو يعني اساس العمار الحديث اللي تصميم جامعة بغداد ودعوا معماري فنلندي مشهور جدا هو الى حضوره العالمي اسمه الفار آلتو لتصميم بوع الموضوع لتصميم متحف الفنون الجميلة متحف الفنون العفو متحف الفنون في بغداد في بلعوينة وين هاسا أمانة العاصمة في نص يسمون المركز المدني ودعوا أيضا معماري آخر هولندي اسمه دو دوك يعتبر أيضا واحد من أشهر المعماريين في بلده لتصميم وزارة العدلية ومديرية الشرطة وقبلها كان داعين معماري آخر سويسري لتصميم البنك المركزي اللي هو ومقابيل المصرف الرافدين الصغير اللي هو ليس العالي وبعدين طبعا دعوا معماريين إنجليز كانوا مشتغلين في بغداد مثلا دعوا كوبر اللي هو كان مصمم بالثلاثينات الضريح الملكي وكلية الهندسة وبيوت النخبة العراقية مثلا بيت نوري سعيد اللي أصبح كلية الفنون الجميلة نعم ونصرة الفارسي إلى آخر هذول الناس المتنفذين هو صممهم بيوت في الوزيرية دعوا لتصميم مبنيين مهمين هو البلاط الملكي اللي هو هسه أصبح القصر الجمهوري وبيت الشعب اللي هو مجلس الأمة قبل يسموه للبرلمان يعني من الحاكم وللشعب بناءة المجلس الوطني المجلس الوطني والآن وزارة الدفاع حاليا تشغلها وزارة الدفاع ربما أنا ما أعرفها اي نعم تشغلها الآن وزارة الدفاع اي بس هو في بالسابق كان يسموه المجلس الوطني نعم بس هو بالأساس هو مجلس أمة برلمان فهذا أيضا دعا فالمهم اللي أنا أريد أصله بأن إحنا التجربة البغدادية في ذلك الوقت عدت من التجارب الرائدة في العمارة العالمية بحي بالسبعة وخمسين برلين استعادت واستعارت الفكرة البغدادية ودعت أيضا المعماريين آخرين بس هاي بعد بغداد بالسبعة وخمسين وهسه موجود في حي كامل في برلين طبعا هناك كان لأغراض يعني دعائية على اعتبار برلين الغربية كانت تسمى في ذلك الوقت فدعوا أيضا معماريين كبار على طريقة البغدادية فإحنا أرسينا فالتقاليد مهمة حتى عالميا يعني فهذا أيضا انسحب على نوعية العمارة المنتجة في الخمسينات اللي هي تتوق أن تكون جزء من الحراك المعماري العالمي ومعماريين الشباب في ذلك الوقت اللي هم رفعة الشادر يعني حقيقة هذا ما أحببت أن أسألك عنه دكتور خالد هل الملمح الذي ذهبت إليه بحيث صارت تجربة بغداد العمرانية في أو المعمارية في أقد الخمسينات بحيث صارت مثالا أو يحتدى هل هذا عائد إلى المفتاح على الخارج أم لمقدرة المعماريين المحليين ولكن اسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل فاصل ونعود ذاكرة الأجيال تستحضر التاريخ المشرق لشعب العراق الأصير ذاكرة الأجيال هي انعكاس لحضارات بلاد وادي الرافدين عبر التاريخ ذاكرة الأجيال هي ذلك الماضي العريق الذي تتوارثه أجيال الحاضر والمستقبل مرحبا بكم من جديد ونواصل هذه الحلقة من برنامج واجه التغيير مع ضيفنا الكريم دكتور خالد سلطاني المعمار والأكاديمي دكتور خالد كنت سألت قبل الفاصل إلى الملمح التحديثي في العمارة العراقية خلال عقد الخمسينات من القرن الماضي وأشرت حضرتك إلى أن هذه التجربة قد استلهمت من مدينة أوروبية مثل برلين الغربية حين استلمتها برلين استلمت استلمت استلمتها برلين هل هذا كان عائدا إلى موجة الانفتاح عند القيادات العراقية التي لم تكن ترى سوى في الانفتاح أنصر فائدة وليست لديها أي عقد من الاستعانة بالتجارب أم أنه عائد إلى براعة المعمارين العراقين بالحقيقة مجلس الأعماري من أسس ما اقتصر على الجانب رجال العراق فقط وإنما طعم بخبراء لهم وزنهم العالمي أجانب كانوا بالأساس ومقتدرين سواء الجانب العمراني أو الجانب التخطيطي أو الجانب الإداري أو الجانب الصحي لآخره فكثير من أعضاء مجلس الأعمار هم طبعا شخصيات مهمة يعني أقل واحد بهم الوزير كان جزء وزير التخطيط كان جزء من مجلس الأعمار والموظفين العراقيين موجودين أيضا بالإضافة إلى الخبراء الأجانب والمستشارين اللي هما كانوا أيضا يضرحون أفكار وكانت أفكارهم مقبولة في ذلك الوقت حيث لتحقيق النهضة العمرانية اللي تترجاها الحكومة في ذلك الوقت بس في نفس الوقت حدث أيضا حادث مهم في المشهد المعماري العراقي وهو وجود معماريين بشكل و بآخر يعني عديدين أكثر من الثلاثينات الثلاثينات كانوا ثنين أو ثلاثة أو أربعة الآن عدنا موجة من المعماريين الشباب المتحمسين لتنفيذ هذه المشاريع طبعا هما بالتعاون وهي هذول المعماريين العالمين استفادوا استفادوا من اللغة المعمارية استفادوا من حضور الجانب العالمي بالمحلي بس في نفس الوقت هم أكثريتهم إذا غالبيتهم درسوا بالخارج نعم هذا مهم فأيضا كانوا مستوعبين هو بالحقيقة فترة الخمسينات ليس فقط عندنا وإنما بالعالم كله تعرفت بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت هواي قيم وهاي القيم كانت طبعا أوروبا تهدمت كله فكان إيجاد وسائل مبتكرة لإيواء هذول الناس اللي أصبحوا بلا مأوى جراء يعني الحروب فأصبح الشأن المعماري فعلا شأن اجتماعي يعني مهم جدا أن تكون يعني مو في برجك العادي وإنما لازم تنزل إلى احتياجات الناس فظهرت هواي مشاريع مبتكرة وجديدة وغير معروفة بالسابق بهالفترة هم اللي درسوا بيها جماعتنا يعني بهاي الفترة الحرجة والانتقالية درسوا بيها المعمارين العراقي فهم إيجوا العراق حاولوا أن يدخلون الأفكار التجديدية حتى على أوروبا هاي الأفكار بالعراق فصممت مشاريع جديدة يعني مميزة أنا كنت أتابعها وسوانا أيضا فهد مؤتمر في ذلك الوقت في جامعة بغداد سمنا عمارة الخمسينات ووجدنا بأن كثير من المباني المميزة مثلا بنق الرافدين هذا أبو الخمس طوابق بعده ما مبنى هذا المبنى لطيف جدا سواقح طانعوني اسمه مستشفى فيضي نعم يقع بشارع السعدون نعم بالعلوية ورفعت سوا عدة مباني في بابل الشيخ أيضا بتأثير من اللي كوربوزيا وجعفر علاوي سوا عمارة مرجان في ساحة التحرير نهاية بالـ 54 مهمة جدا وأيضا من هنا هل يمكن دكتور من هنا حتى ننتقل إلى محور آخر في الحديد من هنا هل يمكن أن نقول هنا كانت البداية لمدرسة عراقية أو بغدادية إن صحت التسمية في العمارة صحيح بس ينبغي أن لا ننسى الفترة السابقة لا لا مؤكد بس قصدي اكتملت الملامح صح صارت الآن عصرية ولكن معاصرة منفتحة على آخر متأثرة بيه ولكنها محلية الملاحظ صح مضبوط ولذلك الدكتاب اسمه عمارة الحداثة في بغداد إلى 58 يعني إلى 60 من هنا أنا سألتك حتى ننتقل إلى هذا عن كتبك عن إنجازك التأليفي الذي يمزج حقيقة روح العلم بالمعرفة بأبعادها المتشعبة وبلغة تمزج المعرفة العلمية الدقيقة بالتعبير السلس بحيث يصل إلى القارئ على مختلف درجاتين من هنا دعني أسألك حقيقة ومن بداية شخصية أنا أعرف مدى تأثيرها عليك في أوائل الثمانينات تقريبا كنت أنا من الجيل الذي هشمه الحرب كنت ذات مرة عائدا من وحدة من موجات الحرب كنت حقيقة أو عاني من التشضي شأن شأن أبناء جيلي ولست أنا وحد وإذا بأخي ومعلمي قاسم عبد الامير عجام يحمل لي كتيب صغير قال لي اقرأ هذا الكتاب أنا أعرف معنى البعثر التي أنت فيها خذ هذا الكتاب ستتعلم منه درسا في الانسجام ستجد أنك على درب أن تجمع شضاياك هذه الفكرية والروحية والنفسية وتضعها في مسار منسجب اقرأ هذا الكتاب كتاب صغير حديث في العمارة صادر عن الموسوعة الصغيرة في بغداد حقيقة أدهشني تأثيره ما قصده قاسم كان صحيحا ليس لأنه من أخي ومعلمي لا ولأن إنما الكتاب ذاته يحمل هذا البعد التربوي العظيم هل اليوم أسألك هذه الكتابة العلمية التي تمتلك هذا البعد التربوي ممكن في مجالكم مجال الهندسي وممكن في مجال عموم العمل الأكاديمي أولا أشكرك جدا مرة أخرى أستاذ علي على هذا الإطراء اللي فعلا ما أستحق وأنا كل شيء مسرور أن أنت قريت لي أثناء ذيك الفترة وأنا ممتن من عندك أمتن لشعورك أمتن لك لأن ترك فعلا أنقذني الكتاب في لحظة كنت طبعا فضلي أعود للراحل قاسم لأنه أهداني هذه الفرصة نعم تفضل أخير ليك أنت تعرفني جيدا بأن أنا يعني شغلتي هي معلم يعني أنقل المعرفة إلى الآخرين يعني هاي مهمتي الأساسية وأجد نوع من الحب والشغف في هاي المهنة يعني أكون معمارين طبعا ممارسين للمهنة وأيضا قطوا كل جهدهم إلى هذا الأساسية لكوني أنا أكاديمي فأصبحت الكتابة وإيصال المعلومة إلى الآخر هي مسألة يعني داخل يعني كونت أو أسست في شخصيتي هذا النزوع فبديء وأني لحسن الحظ أحب الأدباء وأصديق الأدباء يعني أنت منهم؟ أنا منهم إلا أشكرك أنت اليوم هواي تطريني يعني على الأقل في ضفتي في ضفتي الثقافة ببعدها العلمي والأدبي أي فردت يعني أن تكون هاي المهنة الكتابية هي أيضا بالأساس هي واجبي واجبي المهني وحاولت جهد الإمكان يعني أن أكتب في هذا المجال وطبعت عدة كتب يعني أزعم بأن هي جيدة نوع أما والقراء تلقوها بنوع أما في مجالها يعني أعزي المشاهدين حقيقة حتى يبدو أن الدكتور خالد يؤثر هذا التواضع في طرح نتاجه في مجالها هي مراجع أشكرك أشكرك حقيقة هي في مجالها مراجع من النادر أن تجد كتابا يجمع معرفة العمارة بوصفها هندسة وفنًا وذائقة في حدودها العلمية وكذلك في حدودها الاجتماعية والأدبية فاستمرت أكتب عن العمارة العراقية اللي هو أيضًا شغفي الأساسي العمارة العمارة الحديثة بعدين هس انتقلت إلى العمارة الإسلامية وأرى بأن العمارة الإسلامية فهمت بشكل يعني نمطي نمطي صحيح هذا يعني الحكم في حين هي تمتلك فد قيم جميلة هي على الرغم من اسمها فهي ليست عمارة دينية يعني هي عمارة نشاط معماري أنا إيش أفهم العمارة الإسلامية نشاط معماري لمجتمعات إسلامية وغير إسلامية مصممة من قبل معماريين مسلمين وغير مسلمين يعني خد ناخذ مثلاً الكنز المعمار العالمي المعروف اللي هو جامع الوليد بالدمشق جامع الأموي جامع الأموي بالإضافة إلى السكيم أو المخطط اللي هو مميز في لوحة فوسيفسائية يمكن يقال بأن هي أكبر لوحة فوسيفسائية بالعالم لأن تبين دمشق وبردة أو النهر ما لهم ومدينة يعني بيها بيوت بس ما بيها هاي الفيقرز ما بهذه الشخص طبعاً الموجودة بها بس هاي الفوسيفساء الموجودة ربما ربما لا أجزم بس أنا أوثير هذه المشكلة بأن ربما هم عمال مهنيين محليين وربما أن يكونون حتى مسيحيين يعني هذا الملمح التجسيدي والتزييني ولا لا حتى فوسيفساء هي العملية يعني مو المضمون وإنما هذا يعني جانب الزخرفي زهرفي المهني يعني أنت عندك مهنة فوسيفساء اللي هو هذا السيراميك صحيح وهو فن ارتبط إلى حد ما قبل الجامعة ارتبط بالكنيسة نعم البيزانطة بهذا والمنطقة كلها يعني هاي المنطقة اللي موجودة بيها الجامع الأموي يعني الشام سواء سوريا أو الأردن أو فلسطين أو اللبنان كلها تتعاطى مع هاي المهنة اللي هي مهنة الفوسيفساء فهل شكل غير يعني موجود بالعالم يعني ولا موجود في أي مبنى هذا الحجم الغزارة ما لهذا يمحتمل هوا يعني أسطوات محليين وربما غير مسلمين أهام فلذلك أنا أقصد بأن هي مصممة من قبل المعماريين وطبعا إذا نسترسل في هذا الجامع مثلا أكو فد ناحية اسمها أو فد نشاط اسمها القصور الأموية قصور الصحراء قصور الصحراء ولك كتاب فيها بيها فد يعني نماذج من الرسومات ومن النحت ومن هذا يعني تبهر وتغير قناعات ناس آخرين بالنسبة إلى الله لا أريد أن أسرسل كثيرا بس اللي أريد أقوله بأن أنا فعلا يعجبني هذا الموضوع ويعجبني الآن الإضافة مالتي اللي سيكون في هذا الجانب ولذلك هسا حقيقة هذه الإضافة اسمح لي أن أعبر عنها برجاء أمنية عبر هذا السؤال إذا كانت بغداد وهي كذلك واحدة من مراكز الحضارة الإسلامية الكبرى فلماذا لا نجد اليوم علامات بارزة لهذه الحضارة في بغداد نعم هذا السؤال طبعا مهم وسؤال يعني يطرح أنا أعتقد بأن العمارة العباسية عمارة طبعا استفادت من نضوج العمارة في العصر الأموي نعم وبالتالي فهي عمارة ينبغي أو يتعين علينا تكون مميزة ومهمة وفعلا العمارات اللي أنشئت في بغداد وفق الوصف الكتابي إلها كانت عمارات ذات شأن من ناحية الوسع من ناحية المواد من ناحية الارتفاعات وها كلها مسجلة كيف توارت؟ توارت لظروف تعرف بأن هي أكثريتها مبنية بالآجر طابوق والطابوق مادة هشة ولكون بغداد على النهر فمشكلة الفيضان كانت مشكلة مدمرة إلى المباني مو فقط تمحيها أو تهدمها وإنما عناصر رطوبة فعلا هذا الرطوبة وراء فترة يجوز إنهار المبنى وبدون صيانة والحروب اللي صارت بالمنطقة والآخرة فتلاشت بس الحسن الحال يعني الحروب هنا هل مثلا غزو مثل غزو المغولي لبغداد نعم أدى على شيء من هذا المعنى لجهة الهدم بالتأكيد هم يعني هذا المغولي كان يحتمد على أنفة سياسة عجيبة غريبة كان قبل ما يصل للمدينة يعني أو يصل إلى القرية يقتل جميع الناس بدون يعني تفريق لا يبقي ولا يذر طفل امرأة شيخ كبير بالعمر يقتلهم كلهم مو بس يقتلهم يحرق كل البيوت مالتهم يقلع كل الأشجار مالتهم ويسوفت أمور يعني بشعة بحيث القرى اللي موجودة اللي رحت تنتق على الطريق رأسا السلم يعني أو تشريد أو ثاب ولذلك هم يعني بسياستهم ها سياسة الأرض المحروقة هم بجوغة هذولا فهواي أثروا يعني هاي الحروب والغزو على البيئة المبنية في بغداد بس ها نقول لي حسن الحاول طبعا ننست بغداد يعني أسألوه تروح إلى بغداد شوف مباني جدا قليلة هي تعود إلى العصر العباسي دكتور للأسف أدركتني الوقت أحببت أسألك أسألك أنت اليوم تعمل تحاضر في مجال الهندسة المعمارية ولكن في مكان إقامتك في الدنمارك أي ملمح لهذا الجانب المكاني الثقافي إن شئت على عموم نتاجك وعلى حتى حياتك نعم وعلى مدر ارتباطك طبعا بالعراق وهو جوهري اشتغلت في مدرسة العمارة وهم يسموها مدرسة العمارة تابعة لأكاديمية الفنون الملكية في كوبنهاغن فترة من 2002 يمكن إلى 2013 طلعت تقاعدة كنت باحث عندهم باحث يعني وحاولت أقنعهم بأن نشتغل على موضوعة وهي أيضا بالنسبة إلي قريبة إلى اهتماماتي وأنا والآخر بأن أخذ بعض المعماريين الدنماركيين اللي اشتغلوا بالمنطقة وكيف هما فهموا ثقافتنا وعمارتنا ومنهم ما في السفل العرب أكو نعم بالعراق إذا الوقت انتهي نجوز نخلي إلى المعرفة وقتك ممكن أن أدركني الوقت للأسف فقط لو تمت الإشارة لهم نعم فهاي الموضوعة حاولت أن أسويها في كتاب وفعلا طبع الكتاب بس بالإنجليزي وشفت بأن هما مسوين في التصاميم جد مميزة في منطقتنا وبيحس سكندنافي معين مثلا إحنا عدنا سووا البنك المركزي هذا الجديد العالي نعم سووا بالكويت هاي التور الأبراج المميزة لدولة الكويت أو لمدينة الكويت اللي يستعتبر يعني معلمة سووا البرلمان الكويتي وسوا واحد من خيرة المعماري العالمي اللي هو اللي بنا سيدني أوبرا هاوس نعم وماحد يعرف بأن مع العلم هو ضخم جدا يعني مبنى ضخم جدا مبنى له وسووا وزارة الخارجية بالرياض بالثمانينات ومتحف وطني بالبحرين وكثير من المشاريع المميزة هاي هما استفادوا أيضا من ثقافتنا بحيث واحد من المعماريين أيضا المميزين ويعتبر المعمار الأول في الدنمارك بنى مبنى اللي هو كلية الاقتصاد على الطريقة المزج الثقافتين الإسلامية والسكندنافية وطلع فدمبنا هلقد جميل هلقد لطيف كنت أنا أروح للطلاب أسألهم أقولهم أنتو يعجبك وكل شيء يعجبني هالفد شيء لطيف والله والحديث معك يعجبني كثيرا وهو جميل فعلا ولكن أدركني الوقت شكرا جزيلا دكتور خارج شكرا إلك شكرا شرفتني حقا أنتم مع الزين مشايير أشكركم لحسن المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا الله